أجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان حيث تناول الاتصال مجمل على العلاقات التنائية بين البلدين والترتيبات الخاصة بعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا تناول الاتصال مستجدات وخطورة الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وشدد طرفان على ضرورة العمل على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع بمعدلات أكبر بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين في القطاع وذلك في ظل ما يواجهونه من ظروف إنسانية بلغت الصعوبة جراء القيود التي يفرضها الجنب الإسرائيلي على دخول المساعدات وأحجامه عن توفير الحماية والظروف الملائمة لتوزيع تلك المساعدات وضمان وصولها لمستحقها وأكد الوزيران ضرورة التوصل بشكل عاجل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وتحذير من مخاطر التسعي رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة على خلفية التصعيد الإسرائيلي اللبنانية وما يمكن أن يؤدي إليه من تبعات خطيرة للغاية قد تخرج عن نطاق السيطرة